إنت لو شفت متخب أزبانيا ما تحسش فيه نجم كبير أو سوبر ستار دوله 24 سنة كان أكتر سن صح؟ أكبر لعب 24 سنة لامين يامال اللي هو من أصول مغربية أو الأمين جمال باللغة العربية عنده 17 سنة ويومين ده عامل أداء عالي جدا أفضل لعب شاب في البطولة دوله جايزة خاصة أفضل لعب شاب في البطولة خلي بقى لامين يامال أصغر لعب يسجل في اليورو أصغر لعب يشارك في اليورو أصغر لعب يصنع في اليورو عمل حدث نادر أعمل أربعة أسست أخرهم الأسست اللي في النهائي جوال جون الأولين الأسباني فبرضه أصغر لعب يعمل أسست أو يصنع هدف في نهائي اليورو عمل رقم تاني برضه غريب جدا بمشاركته في النهائي كان عمره 17 سنة ويوم هو عيد ما لديكم السبت لعب مبارح فكان عمره 17 سنة ويوم أصغر لعب يشارك في نهائي بطولة كبيرة من ساعة بليه 58 كان 17 سنة 249 يوم فلاعب يلعب نهائي ولس عنده 17 سنة ده أمر نادر جدا جدا وكمان يتقلق ويصنع هدف في هذه المباراة وضيع كمان فرصة أو فرستين كان عمل مباراة كبيرة جدا جدا فأعتقد لامين يامال يعني ربما هنسا مش عزين نجزم بس ربما يكون هو الأيقونة الجديدة في كورة القدم بعد ما خلاص ميسي ورونالدو خلاص بالحقبة بتاعتهم بتنتهي فأعتقد لامين يامال عمل مباراة بطولة كبيرة جدا جدا النحية الثانية اللي هو اللعب اللي سجل هدف أول نيكو ويليمز اللي هو خد أفضل لعب في ماتش النهائي عنده 22 سنة وبضعة أيام يعني برضو تاني أصغر لعب يسجل في نهاء اليورو اللعب ده فكرة من أصول غنية يعني أدي واحد أصول مغربية اللي هو لامين يامال اللي هو الجناح لامين جناح الشمال نيكو ويليمز من أصول غنية وعاز أقول لكم حاجة أطرف بقى أني نيكو ويليمز أخوه نيكو ويليمز الأكبر بيلعب في متخب غانة يعني عنده الشاكورك الأكبر بيلعب في غانة والشاكورك الأصغر بيلعب في متخب أسبانيا اللي سجل هدف الأول في ماتش أسبانيا مبارح مع انجلترا وخد أفضل لعب في المباراة لعب مميز جدا جدا وفيه بقى كلام كبير وخناق كده شكلها داخلين عليها هيكمل في قتاتك بالباو ولا هينتقل لنادي كبير سواء في أسبانيا أو خارج أسبانيا فأعتقد المتخب الأسباني يشوف اسمين المتداولين بالنسبة للناس داني يقول مو برضو لعب مميز جدا جدا فأسماء مش متداولة ومع ذلك دي رفوين تقدر يكمل مسيرة إنريكي ويوصل زي ما تقولت الأداء الجماعي بشكل جويجاية جدا طبعا ما ننساش رودري اللعب ماتشستر سيتي خد أفضل لعب في البطولة